كما نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشيا بعنوان المسئولية المجتمعية للشركات وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية ضمن استعداداتها للحوار الوطني ونقش الصالون عددا من المحاور أبرزها دور المسئولية المجتمعية للشركات وأشكال تلك المسئولية وأهم المبادرات التي تحقق بها مبادئ المسئولية المجتمعية هذا وتضمنت ورشة المسئولية الاجتماعية للقضاء الخاص عددا من التوصيات من بينها إنشاء قواعد بيانات لخدمة مؤسسات المجتمع المدني ومشروعات الحكومة ودرسة تعديل لبعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عندنا ثقافة في المجتمع المدني هي الثقافة التطوعية والخيرية ما بنبصش لي في المجتمع المدني دايما الثقافة التنموية الحقيقية إزاي ننمي مواردنا عشان نقدر نعمل مشروع تاني إزاي ننمي مواردنا عشان نقدر نغدم الشريحة دي من المجتمع إزاي نقدر نعمل استمرارية لقطاع زي قطاع الصحة والتعليم وخلافه فده نقطة مهمة جدا لازم نكلم فيها الشركات الصغيرة النهاردة محتاجة أن هي تتسند ويتوقف جنبها بصورة تعلمها وتوعيها وتنقلها من مرحلة المكسب بحد الكفاف للمكسب المربح المريح اللي يخليها تطور من نفسها عندنا مثلا فيه مهن كتير جدا جدا في مصر ما زالت معتمدة يعني خلينا نقول محلك سر ما زالت معتمدة على الحاجة اللي بتجيلها علشان تقدر تعملها ما بتتنقلش خطوة لقدام إلا إذا جالها حد الحد ده قادر على أنه هو يتبنى فكر هذا المصنع ويبدأ يتنقل به المرحلة تانية مش بس لخدمة شغله الخاص لا كمان لخدمة البيئة والمجتمع ده وبيبقى عنده هدف من وراء الوصول للمنطقة الوضع الحالي طبعا واللي كلنا بنمر به الوضع الاقتصادي الأزمة العالمية هو تحدي كبير جدا بيواجه ملف المسئولية المجتمعية للشركات طبعا الشركات بشكل أساسي لما بتشتغل على فكرة المسئولية المجتمعية لازم يكون عندها فوقت كبير من الأرباح فبنان عليه لما بيكون فيه أزمة اقتصادية أو أزمة عالمية كلنا بنمر بيها هيسبب انكماش كبير في المعطويات أو المخرجات اللي ممكن تقدمها الشركات لملف المسئولية المجتمعية في مصر ليه دور قوي جدا في العشر سنين اللي فاتوا وليه دور قوي جدا في وقت الأزمات في أزمة كوفيد اللي تحرك على الأرض في أزمة كوفيد في التوعية وإحماية أهالينا والوصول لأهالينا هو كان المجتمع المدني المجتمع المدني كقوة منفزة على الأرض أو كحلقة واسط ما بين الدولة وبين المواطن هو بيوم بدوره بشكل مثالي فيه منهجية ليه فيه منهجية فيه تكتلات وفيه تحالفات فيه تحالفات للمجتمع المدني الشغالة وبتعمل أثر تنموي واضح وقوي جدا على أرض الواقع وده ملموس لكل بينزل القرى الأقصر احتياجا في مصر أو القرى الخاصة بحياة كديمة